موسيقى النمسا تعارض تفضيل اوكرانيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي الحكومة تمدد فترة تأفرام الاسعار الطاقة حتى نهاية العام المقبل وزير الداخلية يناقش مقترح ايرشينغن مع نظيريها البلغاري والروماني التأمين الصحي يغطي تكاليف العلاج النفسي اعتبارا من العام الجديد تراجع الرغبة في انجاب الاطفال بسبب الازمات المستمرة وفييننا تتفوق عالميا كافضل مكان للعيش وممارسة الديمقراطية من العنوين الى تفاصيل النشرة على النمسا ميديا اهلا بكم وفي خبرنا الاول اعرب المستشار النمساوي كارني هامر خلال اجتماع حكومي اعلن عن رفضه لمعاملة تفضيلية لاوكرانيا بخصوص عضويتها في الاتحاد الاوروبي جاء ذلك ردا على مقترح المفوضية الاوروبية بفتح محادثات الانضمام لاوكرانيا حيث اكد نهامر تأييده لتوسيع الاتحاد لكنه اشار الى ضرورة الاصلاحات الداخلية للاتحاد مشددا على عدم الموافقة على محادثات الانضمام في الظروف الحالية واشار الى ان فوندرلاين لم تتشاور قبل تقديم توصيتها للمحادثات الرسمية مع اوكرانيا اعلنت الحكومة النمساوية انها ستمدد تطبيق فرامل اسعار الكهرباء حتى نهاية عشرين اربع وعشرين بهدف التخفيف من الضغوط الناجمة عن ارتفاع اسعار الطاقة واظهرت الاحصائيات ان هذه الخطوة تلعب دورا فعالا في تهديئة التضخم لثمانين بالمئة في استهلاك الطاقة المنزلية ويهدف التمديد وتخفيض رسوم الطاقة الى دعم الصناعة وتفادي التأثيرات السلبية على المنافسة ويستمر الدعم ضمن استهلاك لا يتجاوز الفين وتسعمائة كيلو واط في الساعة وعلل المستشار نهامر ذلك بسبب ضرورة تخفيف العبء على المواطنين اكد وزير الداخلية النمساوي كيرهارد كارنر على ضرورة التعاون الدولي ضد جريمة التهريب المنظمة خلال منتدى دولي في سلوفينيا ونقش كارنر اقتراح ايرشينغن الموسع للسفر الجوي الذي يهدف لتخفيف القيود على ركاب الطائرات من بلغاريا ورومانيا الى منطقة شينغن مؤكدا على اهمية استمرار الرقابة الحدودية البرية وعرب عن توقعاته بخطوات فعالة من المفوضية الاوروبية تجاه مبادرة النمسا اعلنت شركة التأمين الصحي في النمسا عن فتح الباب للعلاج النفسي وتحمل تكاليفه اعتبارا من بداية العام الجديد وتتحمل شركات التأمين فاتورة العلاج وفقا لقانون التأمين الاجتماعي ويهدف القانون لجعل العلاج متاحا للجميع ويضمن النظام الصحي الرعاية النفسية وما زالت التفاصيل تحت المفاوضات بين شركات التأمين وجمعية أطباء النفس وتعد مشاريع مثل الصحة خارج الأزمة نموذجا محتملا يسعى لتوفير الرعاية السريعة والمجانية للأطفال والشباب كشفت دراسة لمعهد البحوث الأسرية في النمسا انخفاض رغبة النساء في الإنجاب في النمسا بسبب الأزمات المتعددة خاصة الاقتصادية ويشير تقرير إلى تراجع الرغبة في إنجاب الأطفال إلى 1.68 طفلا لكل امرأة مقارنة بـ 2.1 طفل في عام 2009 خاصة في فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 19 عاما ويظهر البحث أن الأزمات الحالية كارتفاع التكاليف وتداعيات جائحة كوفيد 19 تلعب دورا في هذا الانخفاض وشملت الدراسة 8 ألاف مشاركا تضم 27 عالما وعالما احتفظت فيينا بصدارتها في قائمة العواصم العالمية المرموقة كأفضل مدينة للعيش في العالم بينما جاءت زيوريخ السويسرية في المركز الثاني وكوبنهاجن وجينيف في المركزين الرابع والخامس وحلل مؤشر ميرسر ظروف المعيشة في 450 مدينة عالمية بما في ذلك البيئة السياسية والصحية والاجتماعية وفي نفس الوقت اختيرت فيينا كعاصمة أوروبية للديمقراطية للعامين المقبلين تقديرا لجهودها في تعزيز الديمقراطية حيث ستركز العاصمة على فعاليات ومشاريع تعزز موضع حامل اللقب الحالي والتي ستحتضن عام الديمقراطية حتى ذلك الحين نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق انفوغرات كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله نهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة